توحيدها وتعميق روابط الوحدة مكالمة هاتفية واحدة بين الرئيس محمود عباس ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية كانت كافية لكسر جليد الانقسام وفتح باب استعادة الوحدة على قاعدة توحيد الشعب الفلسطيني ضد صفقة القرن وفي غضون ساعات كان الطرفان يتفقان على التلاقي سريعا والمضي قدما نحو المقاومة الشعبية ورص الصفوف بالأمس كان مظهر جيد وإيجابي ورائع حيث بدأ الجميع موحدون برفض صفقة القرن وبشكل حازم وكامل وبدأ الحديث عن إجراء حوار لإنهاء الانقسام هذا الحوار يجب أن يكون سريع يجب أن ينتهي بإنهاء الانقسام بتشكيل قيادة وطنية موحدة وبتبني استراتيجية وطنية بديلة يتفق عليها الجميع في رمالة استمع الفتحويون إلى كلمات الرئيس وأنه ذاهب إلى قطاع غزة بأسرع وقت وفهم الرسالة جيدا أن أسقاط صفقة ترامب لا يمكن أن يكون من دون استعادة الوحدة الوطنية الضائعة في دهاليز الظنون منذ 13 عاما استشعار المخاطر المحدقة التي مثلتها صفقة القرن دفعت بكافة القوى الوطنية والإسلامية للتلاقي والتنادي من أجل تدارس تشكيل جبهة مقاومة موحدة وفي غزة تحولت الكلمات إلى مواقف والمواقف إلى ترتيبات من أجل وصول وفد فتح خلال أيام للجلوس مع وفد حماس والإعداد للقاء يجمع الرئيس عباس وإسماعيل هنية في القطاع الذي لم يدخله الرئيس منذ العام 2007 حتى اليوم وإذا جرى لقاء عباس وهنية الأسبوع المقبل ونجح الفلسطينيون في استصدار قرار رافض لصفقة القرن من جامعة الدول العربية تكون صفقة ترامب نتنياهو قد ماتت في مهدها ناصر اللحم بيت لحم الميادين